المنظمات الطبية والصحية في الغرب هم من يقرون بضرر لحم الخنزير وأنه يسبب الكثير من الأمراض الخطيرة والغريب أنهم هم أنفسهم من يستهلكون لحم الخنزير بنسبة كبيرة جدا وملفتة للنظر هناك سئلة كثيرة جدا جعلتني أخصص حلقة كاملة عن سبب تحريم الله سبحانه وتعالى للحم الخنزير تأملوها ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا وصفاته نبع الهدى نجزدین وضع مع نعم صرف نعجل صرف فإنه رتس تخيلوا معي في القرآن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا لحم أي من البهائم باسمها فقط قال اللحم الخنزير نحرام وعلّل الله سبحانه وتعالى سبب هذا التحريم أنه قال فإنه رتس أي مستقدر فعلّت التحريم ثابتة في لحم الخنزير ما نقدر نغيرها مهما عملنا ما الذي يميز لحم الخنزير دكتور عن باقي اللحوم من ناحية الغدائية ما كو شيء مهزة لكن في شغلات سلبية على لحم الخنزير نحن نعرف أن لحم الخنزير هو أعلى لحم في جميع اللحوم اللي موجودة بالعالم بدهون المشبعة المسببة لأمراض القلب والشرائين هاي نمبر ون يقولون أن الخنزير سريع النمو والتكاثر هل هذا صحيح؟ با، هل شمع مفرطت دوسة نن لند دي هير جوس نم فيت لندjene pare باiche لندجene pare برى برى 3 통endes 3 trav نحن نهاية كاملة البيئة لكي اخترنا كم اخترنا لكي اخترنا ونريد نعرف على البيئة كيف يرسل الخنزير عندما نتلقى في 5-6 موش قرررنا البيئة على البيئة وقودوا البيئة والمقاطعات المقاطعات وفعلنا البيئة هو عدم استخراج حمض البولك من داخل الخنزير نفسه يعني جميع الحيوانات الأخرى تستخرج تقريباً قرابة من 30 إلى 50% من حمض البولك اللي داخلها الخنزير لا يستخلص إلا 2% من حمض البولك اللي داخلها فيظل هو متخزن داخله ومن ثم ينتشر داخل جسمه ويصبح جزء من مكون جسمه أيضاً في اللحم وفي الجلد وفي الأمور هذه كلها فيكون عاني جداً حمض البولك فهذا يسبب أمراض في ارتفاع الأملاح ويسبب أيضاً مشاكل في ارتفاع ضغط الدم بصراحة أنا عانيت جداً من زيارتي لهذه المزرعة مزرعة تربية الخنزيرة جلكم الله وزرتها على أساس أن قل لكم معلومات وأمنيتي أنكم ما تزورون هذا المكان أبداً الريحة لا تطاق ولا يستطيع أحد أن يتحملها تخيلوا معاي أن لرب الخنزير هذا الخنزير ينقل الأمراض حتى لو ما أكل لحم الخنزير عجيب إصرارهم على أكل لحم الخنزير ميشي داريتش غا ميشات كافشة داتيراً ميلير وفاريون غا كاتر أورو درين كاتر بيك بيك بيس أورو دكتور كل هذه الأمراض اللي ذكرتها والمصائب اللي في الخنزير ما سبب أن تشعر بهذا الشكل في الغرب؟ الرخص بالدرجة الأولى الرخيص وكثرة الإنتاج وسهولة الإنتاج طبعاً يعطونا هرمونات يتضخم يصير ما شاء الله كبير يصير الخنزير الواحد ممكن عن أربع خمس دبايح فبالنسبة لهم سهل جداً حتى نعرف أكثر عن خطورة أكل لحم الخنزير قالت الدراسات أنه يسبب أكثر من أربعمية وخمسين مرض منها ستة وعشرين مرض وبائية على الإنسان صعب السيطرة عليه من الأمراض التي يسببها أكل لحم الخنزير التليف الكبدي انفلونزا الخنازير البلهارسية اليابانية الخطيرة جداً وفايروس الدماغ والقلب وكثير من الأمراض الخطيرة تنالوا منه إيمانا أن الخنزير شنو يأكل أصلاً يتغذب من شنو يعني في مثل أمريكي يقول أنت ما تأكل أي شيء تأكله سبحان الله تتجدد فيه خلايا جسمك يتجدد فيه العظم يتجدد فيه الدم يتجدد فيه كل شيء من ألف للياء فأنت تتخيل هذا الخنزير شنو قاعد يأكل شنو قاعد يرعي يعتمد هو شنو ما يأكل يعني مفردسل يأكل نباتات يأكل حيوانات يأكل نفajات يأكل جيف problemi تكي ديرات سبسن دو كنجرن جيت شka من تهجيرات جان تاقنصمش مجرن ده كتو من تفلوح dilema قاعد أبو نكاعد ميش دير aparatي تretes i ديرave اشت i بر نمانور تطيط تترسي جيت شka يتجمع داخل جسمه ويكون جسمه بيئة خصبة جدا لاكتساب الأمراض البكتيرية الأمراض الفيروسية والأمراض الفطرية وخاصة الدودة الشريطية هذه الدودة الشريطية منتشرة بشكل كبير عند الغرب بسبب تناول لحم الخنزير في واحدة اسمها كريستين من هولندا عملت دكتوراه عملت دكتوراه على خنزير انت بتشوف هذا الخنزير وين يروح فوجدت انه في طريبا 186 منتج ينتج من الخنزير هذا وقالت اذا كنت انت اخذ رواتي او مسلم انت ما زلت تأكل خنزير حتى الرصاص الرصاص فيها الشيء من الخنزير دهون معينة الاوراق يعني شيء لا يصدق المصيبة ان الغرب يستخدمون كل اجزاء الخنزير ولا يتركون منه اي شيء لحمة جلدة دمى امعاء حتى دهنة وعظمة ومن العظم يستخرجون الجيلاتين الذي للأسف يستخدم في الكثير من الصناعات 2 مليار Müslümanın en büyük problemi neden çünkü ben yaptığım araştırmalara göre 1 gram dahi %100 helal ve tayyip kriterlerine sahip جلتين yok piyasada düşünebiliyor musunuz şimdi dünyada 380 bin ton جلتين وما لسف 200 bin ton اسلام ülkelerinde تكتلiyor الجلتين مثل ما هي مادة بروتينية مادة بروتينية هو الهلام الهلام تحت جلتين لما اقولك جلتين لا تقولي مادرها نباتي مادرها حيواني النباتي اسمها بكتين او كراجنان او الفا اغار اللي هو الكربوهدرات معقد هذه المادة تساعد على التماسك في مسألة المكونات او بعض المكونات التي هي اصل اصلها حيواني عامة مثل الجلتين والكولاجين ويعني ما نسميه بمشتقة حيواني الاصل عندنا ان تكون يعني ان تكون خالية من الخنزير ومن المواد النجسة وان تكون الحيوانات التي اشتقت منها هذه المكونات ذبحت وفق الشريعة الاسلامية يوجد المسلمان انهم دشني شي قويمش يعني كفشة قويمش كندسي دشنميو غير مسلمان دشنجك مسلمان غير تكدجك البديل كربوهدرات معقد والسعودية يستخدمونك كربوهدرات معقد في بعض المنتجات ممكن المنتجات واسوأ لحم ممكن يأكل الإنسان في العالم هو اللحم المقدد اللي هو البيكن اللي هو البيكن البقري طبعا البيكن الخنزير هذا اللحم اللي أثبتت جميع الدراسات الأمريكية والأوروبية بأنه أكثر لحم الله يكاف منه يكاف شر يرفع نسبة الإصابة بالسرطان على الرغم من كل هذه الأمراض الخطيرة التي يسببها لحم الخنزير وكل هذه المصائب لا زال الغرب يستهلكون من لحم الخنزير كميات هائلة في أمريكا فقط يستهلكون مئة مليون خنزير كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلال ننسى الهموم بقربي لن تستقي ما حياتنا إلا به هل تعلم أن العرب في الجاهلية لا يأكلون لحم الخنزير استقدارا له وهو أصلا غير منتشر عندهم ومع هذا جاء التأكيد في الكتاب والسنة على تحريم لحم الخنزير كل من يشكك برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من عند الله عز وجل هل تساءلت في يوم الأيام كيف يحرم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء وهو غير منتشر عندهم واليوم الطب الحديث أثبت مدى تأثير لحم الخنزير وخطورة على الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدرس الطب ولا يعرف عن الطب شيء فكيف حرم لحم الخنزير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحى سكت الوجود لأن حرفك قال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا